رغم حالة الطوارئ المعلنة في فرنسا والتي تمنع التجمع في الأماكن العامة أصر قصر الإليزي على تكريم ضحايا الهجمات الإرهابية التي شهدتها باريس قبل أسبوعين فكان المتحف والمدرسة الحربية وسط العاصمة المكان الذي يكرم فيه ضحايا مدنيون لأول مرة في تاريخه تحت حماية مشددة وبحضور ذوي الضحايا والساس الفرنسيين وجمهور من المجتمع الفرنسي الرئيس الفرنسي الذي لا يزال يكثف جهوده لمحاربة الإرهاب أطل على ذوي الضحايا مشيدا بوحدة الشعب وقوى الأمن والجيش أعيدكم جميعا بأن فرنسا ستبذل كل ما في وسعها للقضاء على الإرهابيين وحماية أبنائها وأعيدكم بأن تبقى فرنسا كما هي كما أحبها سنقاتل من أجل مبادئنا وسندافع عن جمهوريتنا سننتصر على التطرف جميعا عبر مؤسساتنا وسلاحنا وأجهزة أمننا وبرلماننا عبر إقرار كل الإجراءات الدستورية التي من شأنها حماية البلاد رغم الدموع فجيل اليوم يمثل فرنسا وسيحميها لم يكن اختيار المكان محظ صدفة فاحتوائه على ضريح نابليون بونابارت الذي قاد الحملة الفرنسية في الشرق الأوسط القرن الماضي له دلالات عسكرية قبل أن تكون سياسية حسب البعض الدلالة الأولى كأنها تقول وتتطابق مع الخطاب الرسمي الفرنسي الذي تحدث عن حرب عن أننا في حالة حرب مع هذا التنظيم الإرهابي إذن وقع تكريم الضحايا على أساس أنهم ضحايا حرب حقيقية هذه القراءة الأولى القراءة الثانية كأن الحرب هاتهية حرب وقعت في منطقة الشرق الأوسط أو في منطقة المجال الفرنسي خاصة بتدائياتها رغم أنها في باريس ثم الاحتمال الثاني أو القراءة الثالثة هو أن هذا التكريم هو أعلى تكريم يمكن أن تقوم به السلطة الفرنسية لضحايا هذه العملية الإرهابية ورغم اغتصار حفل التأبيم بحكم الظرف الأمني فإن الرسائل كانت كثيرة أهمها أن الحركة الفرنسي مستمر لمحاربة الإرهاب وأن الأجهزة الأمنية لا تزال متأهبة لمنع أي هجوم جديد تتحضر باريس لاستقبال قادة وممثلين 140 دولة لحضور قمة المناخ الأسبوع المقبل قمة تستبقها إجراءات أمنية مشددة وسيهيمن على لقاءاتها الجانبية ملف مكافحة الإرهاب جياباب صفي أسكانيوز عربية باريس ترجمة نانسي قنقر